بيبدأ فيلمنا بالشرطة وهي رايحة اللي بيت حصل في حدثة لرجل كبير واقع من فوق البيت والشرطية وهي بتحقق مع مراته جويس وبتسألها لو كان عندها اي عيلة يتواصل معها جويس كانت مظلومة وما بتنتقش وفي حاجة غمضة في الموضوع والارمال الوحيدة ما حضرش معها مراسم عز جوزة اللي الممرضة بتاعتجرتها ولتلاها ان الاخيرة كانت عايزة تحضر لكنها تعبانة وحزينة جدا على جوزك لانه كان كويس معها بعد العزة اخدت الرماد بتاع جوزة عشان تحطه في الدرج فلاقيت مجلات مش كويسة في درج الراجل الشايب العايب فراحت رامية الدبلة بتاعته في الدرج وحطت الرماد بتاعه وقفلت عليه بالمفتاح ولما راحت للبنك عشان تسعب فلوس من حساب جوزة لقيته كان وخد قرض وعليديون للبنك تاني يوم خرجت عشان تتفرج على الشباب وهم بلعبوا سكيتنج فواحد ويشلته فضلقه عليه بالكلام بمعاني زي انها جاية تدور على شاب ينم معها وانه جوزة كان شايب وكده فراحت واخدها سكيت الولد اللي كان بيتكلم عليها ورمته في الزبالة وبالفعل جويس كانت نوعا ما ست متلهفة لوجود راجل في حياتها عشان كده كانت بتلجأ لقراية الروايات والكتب الرومانسية اللي نهيتها سعيدة وهي في المكتب شافت عرض الفكرة تحصيل فلوس بطرق سهلة فراجعت على البيت ودخلت على الموقع بتاعهم ولايت ان الفكرة عبارة عن انها تأجر قوضة من بيتها عشان تقدر توفر لنفسها مبلغ كويس من الفلوس وبالفعل عرضت قوضة في بيتها وتاني يوم على طول جالها سارة وحبيبها عايزين يسكنوا في القوضة جويس من فرط الوحدة العشم كان وخدها قوي وبتدخل القوضة من غير ما تخبط وده دايق حبيب سارة الاخيرة تاني من الصبح قالت لها انت كنت اهلة انك متجوزة فجويس قالت لها ايوة بس جوزي حتى انتهت من حول الشهر فسارة عرضت عليها انهم يخرجوا يتماشوا مع بعض واسناء ماشيهم ضربينهم كلام جويس قالت فيه ان جوزها واعمون فوق البيت ومش عارفين هوت زحلة ولجات له سكتة قلبية قبل ما يقع ولما سارة سألتها لو كان عندها اولاد قالت لها لا وغيرت الموضوع وسألت سارة عن ساب وجودها في المنطقة بتاعتهم فسارة قالت لها انها جات للمكان عشان المكان هادي وده هيساعدة على تأليف الكتاب بتاعها سارة قالت له جويس ان حبيبها قاسي في مشاعره وجاف جدا في التعامل معها معظم الوقت وده عمل لها مشاكل في حياتها فجويس قالت لها اعذرين يا سارة لكن انا من ساعة ما شفته وانا مش طيقه فالت لها مفيش مشكلة لان ده نفس الكلام اللي امي كانت هتقول عنه لو كانت موجودة وبدأت تتكلم عن امه وابوها الهات ومنتات وانها كانت قريبة من امها وبيتكلموا مع بعض كتير وبعد ما خلصت كلامه فطفضة شكرت جويس انها سمعت لها تفطفض بالكلام ولما رجعوا للبيت جويس قالت لها سارة انت سألتيني لو كان عندي اولاد انا عملت كل حاجة عشان اخلي في يكون عندي اولاد لكن الموضوع ما نجعش في الوقت ده دخل حبيب سارة وقال لها لم يشنط عشان نمشي من هنا انا لقيت مكان احسن من ده وسارة كانت محرجة من جويس ولكن الاخيرة قالت لها تروح مع حبيبها من غير مشاكل وصارة قبل ما تمشي ودع جويس بحضن الارمالة الوحيدة كانت في امس الحاجة لي ورجع التاني جويس لوحدتها والروايات اللي بتقراها وكادت ان تفلس تماما وهي رجع من الماركت الوادي اللي رامت الاسكيت بتاعه في زبالة اطع طرقها هو وشلته وفضل يضيقها وهو بيحاول يلمسها ويهنى بألفاز مش كويسة راحت بيسا عشان تجيب له تسمم وكف بكف دبت بينه خناءة انهارت فيها جويس الارمالة مستعجلة بعد كده وصلها رسالة من سورة بتطمن عليها وتحكيلها وصلت لي فين في الكتاب وبتقول لها كمان ان كلامهم مع بعض فالتحانية على ان علاقتها بحبابها مش تنجح فانفصلت عنه وجويس كانت سعيدة ان في احد بتواصل معها وهي في المكتبة شافت شابي بيدور على اوضة عشان يسكن فيها فقالت له انا عندي اوضة واخدته يتفرج عليها وبدأت جويس تهتم بنفسها اكتر عشان تلفت انتباه بوب حركة جويس وفركها عشان تلفت انتباهه كانت غريبة جدا وما تطلعش من ستة في عمرها وهي بتغسل الهدوم سمعت صوت الباب وعرفت ان بوب خرج فراحت على قطه وبدأت تستخدم كل الحاجات الشخصية بتاعته بطريقة غريبة ومقززة وعليه يطلع الحاجات دي ما تطلع من ستة في السن ده ولما سمعت صوت الباب بيفتح وبوب جاء عملت نفسها بتغير الملايات بوب قال لها انه راجع عشان نساء حاجة وفتع صندوق اخد منه حاجة وقفله باليفلي تاني جويس لقيت مجالة رياضية على سريره وفقالت له ان هي كمان بتحب الكرة والرياضة عشان تلفت انتباهه واول ما بوب شاكره على اهتمامها بقطه خرج جويس شمشمت في الملاية وراحت جايبة بتعدش يركب لها ريسيفر يجيب قنوات رياضية عشان بوب وقالت للراجل ان ابنها هيقعد معها فترة وبيشجع كرة وقالت له كمان ان ابنها ومراته بيستنوا ملود في الطريق وده اسقاط على انها عايزة تخلف من بوب وفضل جويس عمالت تتصاغر وتتمايص على بوب اللي ما كانش فاهم هي بتعمل كده ليه وهي بتتفرج معها على الكرة الوادي اياه جاءوا قدام بتها وضرب الشباك بتاعها بالبيض فبوب نازل وده له العلقة المتينة وقال له اياك تتعرض لست دي تاني وده اللي زاود الطين بلا لما جويس لقيت راجل بيدفع عنها وبيضرب اللي بتعرضوا لها وطمعها فبوب خلت تتخلص حتى من رمات جوزة وترمي في الزبالة ولما سمعت صوت بوب جاي بالموتسيكل بتاعه استخبت واستنت لحد ما يخلص كلام في التليفون واخدت الورقة اللي رمها في الزبالة عشان تعرفه وكان سهران في انهي مالها ليلي الستة الخرفانة بعتت لسارة تقول لها انها على علاقة بوب وانه بيحبها وبيدلحها ونادت عليه وهي في الحمام عشان يجيب لها الفوطة قال يعني ما تقدرش تجيبها لنفسها وتاني يوم اتهطلت ولبست حاجات غريبة وقالت لبوب بيوصلها بالموتسيكل بتاعه للمكتبة فاللها انه مش هيقدر يعمل كده لانه ما فيش معاخوزها تانية وسبو ماشى وعلى الرغم من انه رفض الا انها بعتت رسالة لسارة بتقول لها فيها انه بوب بيخدها وراه على الموتسيكل وبيفسحها وفي يوم من الايام اتصلت بها سارة وقالت لها انها تجلق ريب عشان تقعد عندها يومين وهو بالمرة تتعرف على حبيبة بوب يويس استمرت في الكتب وقالت لسارة انتي اكيد هتحبي بوب لانه راجل رومانسي جدا ودايما بيدلعني مش زي جوزي اللي يكحمه اللي كان مطلع عيني وبوز ظهرت شبابي وخلها بوائشوك ناشف وقالت لها كمان انه جوزها كان بيضربها وحياتها معا كانت جحيم فصار قالت لها انتي ما قولت ليش ده قبل كده فجويس قالت لها ما رضيتش اجغلك بمشاكلي وصار قالت لها تقدر تحكيلي اي حاجة انت عايزها صارة بالصدفة شافت بوب وقالت له انها صاحبة جويس فاللها يبقى انتي اكيد صارة فقالت له هي عاجتلك عني زي ما دايما بتحكيلي عنك فبوب استغرب ليه جويس بتتكلم معا عنه في الوقت ده جت جويس ولما حبت تغير الكلام وقالت لها انا عاملك اكل لانك اكيد جعانة صارة قالت لها ايه رأيك لو نخرج انا وانتي النهاردة لوحدنا فجويس قالت لها انا بصر كل يوم وحبيبي بوبو بالليل ولكن صارة اصرت على خروجهم مع بعض فجويس اطرعت عليها الملحة اللي بيروح له بوب وقالت لها ان هي وبوب بيصاروا مع بعضنا دايما ولما دخلت للملحة سألت واحدة من الشاغلين وقالت لها في شاب طويل واصمر بيصومت الساكل الستة قلت لها خلي بالك من بوب لانه زير ستات وكل يوم معه هدا شاكل وجويس اتصدمت من كلامها ثاني يوم لما صارة سمعته بتخنق في التليفون وراحت تطمن لما حلها بانه عايزت دوجوس بوجوس معاها فسابته ومشيت وفي نفس اليوم ده بالليل وهي نايمة سمعت سود دوشة في المطبخ بوب طلع من عنده سارة بيتسحب عشان جويس متسمعوش لكنها كانت مستخبية وشافت كل حاجة بوب تاني يوم معاملته لسارة بقت ألطف وجويس ما كانتش طيقه فادلقت عليها العصير من الخيرة ولا مثلهم المنديل وسبته محرجة فسارة خرجت وراها عشان تفهم ما لها سارة قالت له جويس انا عايزة اتكلم معاكي عن بوب واعرف انتي تعرفيه كويس ولا لا فجويس قالت لها انا عرفه كويس لكن بعد نومك معام بارح انت اكيد تعرفيه احسن مني دلوقتي فسارة قالت لها انا عملت كده عشان اختبره وشوف هو مخلص ليكي ولا لا يا جويس عشان لو خينت سيبيه فجويس قالت لها انتي بتضحي عشان يعني شايفاني عجوزة وحيدة برمي نفسي على اي راجل فعايزة تنقذيني سارة راحت لجارة جويس وتعرفت عليها وقالت لها انها صحب جويس سارة سألتها لو كانت تعرف جويس وجوزها من زمان فأت لها انا جارتهم من 30 سنة وانا وهي كنا اصحاب جدا لحد ما حصل اللي حصل لجانينها وتغيرت 180 درجة لما سارة استغربت كلامها ستة قالت لها انه جويس كانت حامل وجوزها كان رفدها ولما الحمد ظهر عليها جوزها غضب جدا وامارة تتخلص من الجنين اللي في بطنها وفي الوقت تها جويس نادت على سارة من الشباك وقالت لها انت كنت بتتكلمي مع جارتي في ايه فسارة قالت لها انا كنت بتعرف عليها من باب اللطف بس مش اكتر فسارة قالت لها الستة دي اكيد كلمتك عن جوزي فسارة قالت لها قالت لي انه كان بيحبك فقالت لها دي ستة كذبة وكانت عايزة تسرقوا مني وتخليخواني معاها سارة لمت شنطها وقالت لها انا همشي لان الامور بينا ما بيتش كويسة وجيس وفقتها الرأي بعد ما سارة مشيت جويس راحت لجارتها وقالت لها انا جاي اصالحك واعد معاكي وكفي كده اخصم بينا ولما جارتها سألتها عن سارة جويس قالت لها دي واحدة بتأجر قوضة عندي مش صاحبتي ولا حاجة وبعد ما جويس سألت جارتها عن الممرضة عرفت انها مش موجودة في البيت عملت نفسها بتساعدها عشان تفرد جسمها وراحت كاتما نفسها بالمخدة لحد مخلصت عليها وبب راجع لها الاسعاف بتاخد جوزة جارتهم وجويس حطن الممرضة بتاعت جارتها وبتعيط وكدنا الدخل البيت عادي وعملت نفسها منهار رعيات على جارتها عشان تحضن بب ولما الاخير سأل عن سارة قالت له انها مشت من كم ساعة فطلب منها رقم سارة عشان يكلمها فجويس قالت له مش هينفع لاني سمعتها صبح بتتكلم مع جوزة ومشت عشان ترجعله تاني ولما لاحظت انه زعل على رحيل سارة اداقت جدا الست الصعرانة دي استلم الطرد كان جاي البب وحتى الساعي حول التجرجره للرزيلة اخدت الطرد ودخلت لغضة بب تفتش فيه ودور تحت السرير على اي حاجة تخص بب فالاخير دخل عليها ولما سألها انت بتعملي قالت له انا بدور على الكورة بتاعت القط بتاعي فقال لها انت بتتجسسي علي ولا ايه اكيد ده اللي خلى سارة تمشي من تجسسك عليها وعلى قضتها فقالت له ده بيتي ولازم اكون عارفة كل اللي بيحصل فيه فطلب منها متدخلش قطه تاني الا لو كان موجود وبعدها بنكتشف انه جويس بتتعالج عن الدكتور نفسي لانها ما بتعرشت نم خالص ولما رجلت للبيت اعتذرت لبب عن طريقته معه وقالت له انا كان عندي ولد اسمه تومي وحياته انتهت انت بتفكرني بابني ده وبتخليني افكر بيني وبين نفسي ايه اللي كان هيحصل لو ما كانش تعب وحياته انتهت ولما سألها تعب ازاي قالت له انه جاله فشال كالوي هو عنده 16 سنة اتسبب في نهاية حياته فورا وعشان الاوضة اللي انت فيها دي كانت الاوضة بتاعته انا بتعامل معاك انك ابني الكلام اكبر بب انه يتعاطف معه ويوافق انه يتعاش معه في البيت العجوز اللي مكرم شا حطت له مخدر في المشروب بتاعه لحد ما فقد الوعي تماما وراحت وغد المفاتيح بتاعته وفتحه السندوق لات جوه السندوق بودرة شمتها كلها علت معه حالة الصعران اللي عندها وراحت مجرجرة بب من ايمة على الارض ولفت ايديه على رأبتها وقالت له خليك حضني كده انا هاوضل دايما بالك طول ما انت معايا بب مصحيش يرتاني يوم وازاز الخمر حوليه ولما سأل عن اللي حصل جوهز قالت له انت فضلت تشرب لحد موقعت مكانك ونمت لحد الوقتي في اليوم اللي بعده جات رسالة البوب وجوهز كانت عايزة تستلمها لكن الساعة رفض وقال لها انه لازم يستلمها بنفسه ولما سألت بوب عن ايمة الرسالة عشان يتشدد عليها كده قال لها لما افتحها هابقى عرف وسابع وماشى عشان تفهم وما تحشرش مناخرها معاه بعد مرة الرسالة قال لها انه يمشي من الوضع بتاعتها فقال لها هتمشي ليه هو حصل حاجة ما تمشيش وعملك الاكل اللي كان بيحب تومي فقال لها بمناسبة تومي هو ليه ما فيش اي صورة لابنك موجودة في البيت قالت له لاني مش عايزة اتقلم بذكراته للوقت قال لها دومي مين يا بنت المجانين انتي الرسالة اللي جات لي كانت من سارة وحكيت لي فيها كل حاجة عرفتها من جارتك فجويس رحت وراب الطاصة ونازلت على دماغه ضرب لحد ما خلصت عليه واخدت الرسالة اللي بعتها سارة وعرفت منها ان سارة حامل من بوب وهو كمان راح يعيش معاها فاتكلمت مع جسد بوب وقالت له ان سارة كده هتولد طفلها ويعيشوا من غير اب وحياتهم هتكون صعبة فحافرت حفرة كبيرة ولقت فلوس كتير في الصندوق بتاع بوب ورعت حط جسد بوب جوا الصندوق الخشب وسحبها لحد الحفرة وردمت عليه وكمان باعت الموتسيكل بتاعه وبدأت تتجهز للسفر عشان ترفع عن نفسها وبعتت لسارة تقعد في بيتها مع القط بتاعها لحد ما هي ترجع من السفر ولما سارة سألت عن جرتهم قالت لها انها تنتهت ولا كإن هي اللي مخلص عليها ولما سألت عن بوب جويس قالت لها ما عرفش عنه حاجة جات له رسالة وبعدها على طول مشى وسب البيت لكنه اكيد هيرجع تاني لان انا قلت له انك هترجعي تاني للبيت وكان فرحا جدا ولما دخلت مع جويس جوه لقيتها زرعت شجرة جديدة وكانت فكرة ان ده علامة خير وانها استقرد نفسيا وما تعرفش ان تحت الشجرة دي شاب مسكين اتورط محور ما سارانا خلصت عليه بتعصى بعد ما جويس ركبت العربية عشان تروح للمطار سارة دخلت للبيت وحاولت تفتح القوضة اللي كان فيها بوب لكن القوضة دي كانت مقفولة بالمفتاح وكان جواها تجهيزات للمولود الجديد وجويس كانت بقى جدتك بتحبك وده اسقاط انها بتعتبر اللي ببطن سارة يعتبر حفادها فهل هتسيب سارة تعيش بعد ما تخلف ده اللي انتهى على الفيلم قبل ما يوضحه والأحداث كلها تخليك تشك او بالأحرى تتأكد ان جويس هي اللي رمت جزة من فوق البيت وخلصت عليه والحد هنا يكون انتهام ولخص النهاردة ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه وبقوة هل الوحدة ممكن تعمل كده في الانسان هل الوحدة ممكن تخلي الانسان يتحول من شخص بريء لمجرم وتخلي يعمل حاجات ما كانش يتوقع نهائي انه ممكن يعملها او يقدم عليها يريد تشاركونا في الكومنتات عشان نتناقش عن عضية الفيلم مع بعض فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته